القراءة مثل دائما تقبل البرج الشمسي والقمري والطالع وايضا بتقبل العكس يعني اذا انت عم تتابع لبرج العذراء ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكي فيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك بدنا نسحب الكروت توضيحية وبعدان نبلش نشوف شو طاقتك انت يا برج العذراء وبعدان طاقت الحبيب خطوتكم في المستقبل وطاقتكم المشتركة في المستقبل او شو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم في المستقبل طيب نبلش بطاقتك يا برج العذراء خلينا نشوف شو هي طاقتك الحالية او شو بتحس فيه حاليا فيه شخص بحياتك عم تفكر فيه كتير او عم تحلم حتى بها الشخص او عم تتخيل هالشخص عم تحلم بوضعكم مع بعض ممكن تكون ايضا احلام فعلية يعني احلام حقيقية مش فقط احلام اليقظة يعني ممكن فيه شخص بالفعل عم يزورك في احلامك ايضا الكروت اللي اطلعت عندي هون الفارس والبيد والكينج ايضا طاقتك عم شوف ترابية كتير اغلب الطاقة اللي عندك يعني انت بطاقتك انت حاليا حركتك شوي بطيئة عم تفكر تستثمر وضعك مع شخص او تستثمر فرصة مع شخص عم شوفك من الناحية المادية ايضا وضعك تحسن او وضعك متحسن من الناحية المادية لانه عندك يعني من الناحية المادية وضعك منيح للبعض منكم او وضعك يعني فيه تحسن أيضا مع الشخص اللي عم تتعامل معه عم شوف أنه الوضع بينكم أيضا فيه تحسن ممكن فيه اختيار معين بدك تختاره أو أنت واقف بالتاريق وبدك تختار بين شيئين أو بين شخصين أو توفق بين الشغل وبين طبيعة العلاقة اللي بينك وبين هالشخص مع الشخص اللي عم تتعامل معه أنت بتحس أنت بتحب الشخص بمعنى أنه بتحس أنه مكتفي منه من الناحية العاطفية الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن في بينكم شوي جدالات أو شوي حدة بالمناقشات في شوي تتش أو ملامسات بينك وبين هالشخص ولكن أنت بتشوف الشخص اللي عم تتعامل معه أو بتعتبره رفيق درب وأيضا من الناحية العاطفية راضي كتير عن مواصفات هالشخص أو بتحب طبيعة هالشخص بتحب شخصيته وتحب كاريزمته وأيضا مثل ما حكينا ممكن بالفعل أنت هالشخص محتل منطقة كتير كبيرة بحياتك أو حتى عم تحلم فيه عم تفكر فيه كتير طيب نشوف طاقة الشريك أو طاقة الحبيب حول إنه صول طاقته مش كتير منيح هالشخص عم يحس بفراغ من جوا فيه إشي بحيات هالشخص عم يحس إنه غير قادر على سد الفراغ اللي عم يحس فيه أو الفجوة اللي عم بيحس فيها وعم شوف أيضا إنه هو ما ترف لك أو ما حكى لك بهالإشي يعني أغلبية المشاعر اللي عم بيحس فيها مش عم بيحكيها لإلك هالشخص بالذات بما يخص مشاعره تجاهك وتجاه العلاقة أيضا ممكن يكون هالشخص مخبي عنك إنه الأمور بحياته خارج العلاقة بينكم بحياته العملية أو حياته العائلية أو حياته العامة عم تكون مش مزبوطة فيها لخطة كتير فيها تغيرات كتير كبيرة وعم يمر هالشخص بشفتس كتير عالي كممكن في بعض الأساسات بحياته هالشخص حاليا مهزوزة أو غير مستقرة وممكن أيضا نسبة عالية يكون ما حكى لك هالشخص عن شو طبيعة المشاكل اللي عم بيواجهها بحياته العملية بعيدا عن العلاقة أيضا ممكن للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص ممكن هو عم يحس بفجوة أو فراغ بالعلاقة اللي بينكم إنه مش عم يحكي معك لأنه في عنده ترانسفورميشنز أو في عنده تحولات ولكن أغلبية التحولات هاي مؤلمة بما يخص الناحية العاطفية أو بما يخص مشاعر هالشخص فللبعض منكم المنفصلين عم شوف طاقة الحبيب حاليا مش مبسوط هو بصراحة عم شوف أنت راضي أكتر أو أنت مقتنع أكتر بوضعك أكتر من هالشخص هالشخص من جوه غير راضي مش مبسوط طيب نشوف الطاقة المشتركة بينكم أو حاليا يعني أو شو ممكن يكون السبب الخلاف بينكم أو أحد من أسباب الخلافات بينكم في طرف بينكم ممكن أنت أو ممكن الطرف الآخر حس برفض حس إنه نرفض من الناحية العاطفية من الشخص الآخر ممكن هالشخص هو اللي بيحس بالرفض تجاهك لأنه عم شوف إنه في كتب للمشاعر ما مش عم بتحكوا لبعض بطبيعة مشاعركم أو بحقيقة مشاعركم شو اللي بتحسوا لبعض عم شوف بينكم كتير باشن عالي وهيدا ممكن يكون أو في بينكم شغف كتير عالي ممكن يكون آآ ولد الغيرة بينكم أو ممكن هالشخص أو إنت لأنه هاي الطاقة مشتركة عم آآ الوضع بينكم خلق نوع من الغيرة بالذات لأنه الوضع بينكم عم شوف آآ آآ عفوي أو ما في إله طريق أو نمط أو ستركتر معين تمشوا عليه فممكن يكون هالشخص أنت وهو مش في علاقة جدية فصعب عليك إنه أنت تعبر أو وهو يعبر ويحكي بطبيعة مشاعره أو شو اللي بيحس فيه بينكم آآ الطاقة المائية عم شوف أيضا أنت وهو بتشوفوا بعض سول ميت لأنه عندك تو أوف كوبس فأنت وأيضا عندك ففي طرف منكم عم ينظر إلى الطرف الآخر وكأنه سول ميت وكأنه رفيق الدرب أيضا ممكن يكون سبب المشاكل أو واحد من أسباب المشاكل بينكم إنه ما في جدية وما في التزام بالعلاقة ما في خط معين تمشوا عليه يعني أنت وهو بعلاقة ولكن ما بتعرفوا شو نهاية العلاقة بينكم وشو رح يصير بالمستقبل وهذا ممكن يكون أثر على أحد من الأطراف إنه ما فيه التزام جدي بالعلاقة فالتقدم بينكم يعني فيه تقدم بينكم من الناحية العاطفية ولكن أنت مش عارف نهاية العلاقة أو نهاية التواصل شو رح يكون أو نهاية التواصل بينكم يعني شو رح يكون بالنسبة لخطوتك القادمة في المستقبل عم شوف أنت بالمستقبل فيه إشي عم تحس أنك مربوط فيه ممكن أنت البعض منكم ممكن يكون تركى الشخص وعم تحس أنك لأنه انترابمنت هل هالمرة هالكرت ما يعادل أو ما يوازي ناينوف سورد يعني أنت عم تحس بسرجن شوي عقلي أو عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بأمور قبل ماضي عم تحس أنك مربوط فيها ولكن عم شوفك مركز أكتر على التشافي أو كيف تتشافه الحلو به هاد أنه الكرت طلع عندك هون مقلوب ثري أوف سوردز عادة بيرمز إلى جرح بالقلب أو جرح بالعواطف وجرح بالمشاعر ولكن مع أنه الدكة عندي ما فيه كروت معلوبة إلى أنه الكرت يجيك مقلوب وبس يجي مقلوب خاصة هالكرت اللي هو ثري أوف سوردز بيرمز على أنك تطالع من جرح معين أو تطالع من حالة حزن معينة أو رح تطلع إذا أنت لبعض منكم إذا قراءة عكسية لو أنت هالطاقة لهون البعض منكم الوضع تطلب منك كتير من القوة لحتى تطلع منه أو لحتى تتقبل الأمر وطبيعة العلاقة بينكم إلى أنه عم شوفك طالع من فترة حسيت فيها أنك مظلوم من أساسات خربت بالعلاقة أو من علاقة فاشلة مع شخص أو كونكشن أو تواصل ما زبط مع شخص أيضا ممكن يكون في عندك بالمستقبل أو رح تجيك العديد من العروض عروض عاطفية من عدة أشخاص ولكن بدك تنظر إلى الأمور بطريقة حيادية أو بطريقة محايدة لأنه في كتير من العروض اللي رح تجيك لكن نواياها مش رح تكون صادقة وعم شوف أنت مركز أكتر يعني أنه أنت بدك عدل بالموضوع بالمستقبل بخطواتك المستقبلية عم تبحث إلى نوع من العدل فأغلب العروض هاي عم شوف أنه مش رح تستهويك أو مش رح تعجبك يعني بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل أو خطواته بالمستقبل سادنس عم شوف هالشخص الطاقة عنده اللي هون أو هالطرف الطاقة اللي عنده هون رح تستمر لفترة كمان لقدام شهر أو اسبوعين أو شهرين حتى بيختلف من شخص الآخر ولكن ما عم شوف تغيرات بالطاقة من يعني بطاقته الحالي وطاقته المستقبلية تقريباً الكروت مشابهة الكرت اللي هون والكرت اللي هون مشابهين لبعض لسه هالشخص عم يحس في حزن عم يحس أنه مجروح الطرف اللي عندي هون عم يحس أنه مجروح كتير أيضاً بده عم شوف أنه هالشخص بخطواته المستقبلية بده بدايات جديدة من ناحية العاطفية لأنه عنده اس أوف كوبس يعني هو بده بدايات جديدة بالعاطفة بده يشتغل ويحط مجهود أيضاً سواء كان بعلاقة أو بداية إشي جديد معين إلى أنه مش رح يعبر عن هالإشي يعني هالشخص عم يشوف صعب أنه يجي يحكي معك أو يعبر لإلك عن طبيعة مشاعره بالذات إذا أنت محوط بأشخاص أخرى أو في عندك حوالينك أشخاص أخرى وهو ما أخذ موقف دفاعي يعني باني سور حول نفسه هالشخص وعم حسه أنه بالعقل الباطني أو بطبيعة أفكاره من جوه مشوش عاطفياً عم يحس بصراع جوه حاله لأنه بيكن المشاعر لإلك ولكن بنفس الوقت بيحس أنه بموقف مش عم يسمح له أنه يعبر عن شو هو بيحس تجاهك ممكن يكون هالشخص X على فكرة أو حبيب قديم لأنه عم شوف أنه أنت في عندك عروض هون وفي عندك أيضاً رضا نفسي فممكن أنت عم تتعامل مع شخص جديد هون وهيدا X قديم عم شوف أنه هو في داخل نفسه في عنده صراع كتير داخلي مش عم يسمحه يعني عم يتصارع مع حاله هالشخص الوضع مش عم يسمح له أنه يعبر فعم يكون كتير دفاعي بده بداية جديدة معك بس عم شوف أنه غير قادر أنه يحكي لك هالإشي خايف من الرفض أيضاً لأنه عندك هون فهالشخص خايف أنه بس يعبر أو إذا إجا حكى معك خايف من أنه ينرفض أو أنت ترفض أرض الحب تبعه لأنه بتشوف أنه غير كافي وما بيفيدك بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم أو بالمستقبل طاقتكم المشتركة في طرف منكم رح ينحط تيمتيشن هالكرت ففي طرف منكم رح ينحط بموقف بتوقع هالشخص اللي هون ممكن تكون أنت رح ينحط بموقف يكون معرض فيه إلى كتير من الإغراءات لأنه تيمتيشن عندكم تيمتيشن ترمز إلى إغراءات الحياة الدنيا فممكن يعني يكون حواليك عروض كتير تطلب منك القوة لحتى تعرف تصفي أو تفلتر الإشي اللي بتفيدك والإشي اللي مش رح تفيدك لأنه من أغلب العروض اللي رح تجيك ممكن 90% منها أو أغلبها تكون إشي مش رح تفيدك أو أغلبها تكون نواياها غير صادقة تجاهك فعم شوف أنه أنتو رح تنحطوا بموقف أو للبعض منكم اللي أنتو بيه علاقة مع بعض حالياً ولكن الأمور مش عم تمشي متل ما أنت بدك ياها رح تنحطوا بيجوز فيه ناس أيضاً بدها تخرب بينكم لأنه تيمتيشن فممكن فيه أطراف خارج العلاقة رح تحاول إنها تخرب التواصل بينكم تخرب الكونيكشن بينكم لأنه عم شوف أطراف أخرى كتير بالعلاقة عم شوف أو عم شوف خيانة أو عم شوف يعني أشخاص عم تحاول تخرب أو عم تحاول تخرب اللي بينكم بالفعل بالفعل البعض منكم اللي بيه علاقة حالياً بدك تنتبه من الأشخاص اللي أنت محوط فيهم لأنه ممكن أغلب الأشخاص اللي أنت محوط فيهم ما بتكون تحب مصلحتك أو اللي حبيبك محوط فيهم يعني انتبه من دائرة الأشخاص اللي أنت محوط فيها أيضاً لبعض منكم طاقتكم في المستقبل في عندك في عندك في عندك بدك ما تركز على الأمور اللي راحت لأنه عم شوف لسه في شخص في شخص هون مكتئب في طرف عنده اكتئاب في شخص عم يحس بتوقع هو هالطرف لأنه أغلب الكوت يعني بتشابه لها الكرت ففي طرف كتير لسه مركز على الماضي وخسارة صارت بالماضي أفهمت علي؟ ممكن تكون أيضاً خسارة بينكم مادية صارت أو خسارة بنوع من الـ بالعلاقة بمعنى إنه عم تحس إنه في فرصة بينك وبينها الشخص ضعت ولكن البعض منكم لأنه عندك ففي تحرك بينك وبينها الشخص في طرف رح يتقرب إلى شخص الآخر أو أيضاً رح يكون في عندك عرض حب منها الشخص أو ممكن أنت تقدم عرض حب لها الشخص